تحيات الدهب وماذا نرى للدهب بعد كل هذا الصعود والافتدادة من مستوىات الثمانية وتلاتين فيبو دي اول منطقة جني بابحث مفروض كنا بنفكر فيها على الدهب ليه منقول الكلام ده احنا في التوقع السابق قلنا ان احنا عندنا ليدن دي اجنال عملنا موجة اولى وصححناها باثنين ده كله كان ثلاثة وصححناها باربعة وعملنا موجة خمسة واخيرة واعتقد ان ممكن كان تمتد قلنا ان اقصى امتداد ليه ممكن يوصل لالفين تلتمائة وخمسين ولسه هنشوف هيكلية التصحيحة للموجة بامكانها الصعود ولا لأ قلنا ان الموجة دي لو جات اطول يبقى تحليمنا فشل وبالتالي هيكون الدهب ليه مزيد من الاهداف الصعودية طيب خلينا نروح على فرم الساعة وده اللي يهمنا لو يجينا على فرم الساعة نلاقي ان احنا عندنا مناطق العنق اللي بالنسبة لي مهمة جدا جدا واهم حاجة هيكلية الهبوط بتاعها تمام يعني انا عندي مناطق العنق دي اللي ما بين مستوية الـ 155 وعبية لحد مستوية الـ 1550 دي مناطق مهمة جدا جدا انا حصل عندي ضلع هبوطي قوي من المستويات دي لو ده تصحيح الزخم بتاع الموجة دي هيكون موازي ومش هيكون قري وده اللي انا بص عليه باهتمام يعني انا ممكن اقصى تقدير ينزل الدهب لحد مستوية الـ 2135 وبعد كده لقي نفسي في صعود تاني وبشكل موجة جديدة توصلني لمستوية الـ 2300-2350 او يحصل تغير في الاتجاه وده نقطة مهمة قوي انا الدهب نازل بشكل خماسي من المناطق دي ممكن قم موقع ويديني موجة خماسية ودنزل بي لحد مستويات الـ 2030 ويكون من 207 الـ 2030 وده يكون تغير في الاتجاه مرة اخرى ونلاقي الدهب بيعمل تصحيح وامك عشان كده دي مناطق مهمة جدا جدا وهيكلية الكسر اللي يحصل في المناطق دي لازم نبص عليه باهتمام خصوصا لو لقينا الزخم البيع ضعيف ده ممكن يعزز فكرة ان الدهب ما زال له اهدف صعودية جديدة يعني الدهب تدوره في المناطق دي خطر جدا 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 والدهب ممكن في اي وقت يغير في التجاهة وعلى رؤيتنا السابقة وما زلنا شايفين ان الدهب ما زال ضعيف طيب لو جينا رجعنا على الفريم الدلي تاني هنوضح فكرة ان انا عندي شمعة بيعية قوية جدا 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 على الدهب وهي الشمعة دي يعني دي شمعة بيعية قوية جدا جدا وده اللي بيعزز ان الدهب ضعيف جدا في المستويات دي والدهب عامل لي دورة سعرية مكتملة يعني التداول الدهب في المناطق دي خطر جدا اعتقد الانتظار لحين تضحي الرؤية بتاعته هل ده تغير في الاتجاه هل الاستمرار في الشراء واعتقد ان الشراء من قبل ما نشوفها يعمله في مناطق العنق اللي ما بين مستويات 2050 لحد مستويات 2045 هيكون قرار خاطئ خلينا اعتذر ونشوف رطة الفعل الاول من مناطق دي وبعد كده نبحث عن الشراء ولكن انا شايف ان الدهب طول ما هو فوق مستويات 2220 أو قريب مستويات 2220 هو لجني الربح وليس للاستمرار وبالتوفيق شكرا